أهلا بكم مشاهدينا مجددا النهاردة ستنطلق أعمال القمة العربية الـ 31 بعد انقطاع ده من نحو 3 سنوات طبعا كان السبب الأساسي هو جائحة كورونا القمة بتعقد على مدار يومين بالعاصمة العربية الجزائر تحت عنوان لم الشمل وسط تحديات إقليمية وعالمية كبيرة أبرز الأمن الغذائي العربي وبالطبع القمة العربية هي الآلية الأهم في منظومة العمل العربي المشترك وهي المنوط بها وضع استراتيجية عامة لصياغة رؤية عربية موحدة خاصة في ظل التقلبات العالمية اللي بنشاتها حوالين أهمية اجتماع القادة العرب في هذا التوقيت وما ليه من أهمية خاصة والأمال المعقودة عليها وأيضا الصعوبات اللي بتواجهها هيكون حوارنا مع ضفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ووضع مجلس الشيوخ اللي أنا طبعا بسعد بوجوده معنا النهاردة أهلا بك أستاذ عماد صباح الخير صباح الفل لم الشمل ده العنوان الرئيسي للقمة العربية طبعا رقم 31 المنعقدة في الجزائر على مدار يومين عايزة تكلم على مدلول العنوان في البداية وبعد كده نتطرق لأهم الملفات الخاصة بالقمة العنوان جميل وجايد وجذاب ومحبب للنف لكن المهم أن يجد طريقة للتحقيق على الأرض الوقت يعني ليست القضية أن نخترع أو نضع أو نسك مصطلحا جذابا وبراقا ثم لا تكون النتائج مطابقة لهذا الشعر بالعكس ده أمر بيكون صادم أكتر للناس دي نمر واحد نمر اتنين الواحد وصل إلى قناعة أنه أن تستمر القمة العربية ومؤسسة القمة والجامعة العربية حتى لو بوجود ضعيف أفضل لقدر الله من عدم وجودها لأنه ده برضو واقع مهم لأنه هي أهم مؤسسة عربية رغم كل الانتقادات اللي ممكن نقولها بس في النهاية العرب بيعدوا تحت بيتحاضنة أول مبارح في الاجتماعات التحضيرية اجتماعات وزراء الخارجية العرب مندوب وزير الخارجية المغرب موجود في القاعة اللي هو الجزائر وإحنا عارفين أنه المغرب والجزائر علاقتهم أطوعة بدأ كان في حرب بينهم سنة ستين وسبعين علاقات شفهم أطوعة رجعت بفتور ثم قطعة تانية سنة واحد 2021 والحرب الكرامية بينهم شديدة جدا بسبب صراع النفوذ بسبب البوليزاريو بسبب حاجات كثيرة جدا بس في النهاية هذه القمة بتوفر بتخلي أنه المسؤول المغربي الكبير بيجي وبتحت سخف قاعة في الجزائر أو الجزائر بيبقى فيه الرباط هو تلك الحضور جلالة ملك المغرب للقمة لن يحضر لن يحضر كان فيه أخبار بتقولي ما حيحت حسم الأمر وسيحضر أظن ناصر بوريتا اللي هو وزير الخارجية يعني هنا التمثيل المغربي في القمة هو تمثيل وزير وليس تمثيل رئاسي بالضبط هذه القمة أنا أظن يبقى فيها يعني على الأقل لخمسة أو ست رؤساء لن يحضروا ربما لظروف صحية ربما لظروف ارتباطات لكن فيه قادة النهاردة الرئيس عفتح السيسي تواجه بالفعل طباح اليوم إلى الجزائر ليرأس وفد أمصر فتستمر المؤسسة هذه المؤسسة المهمة اللي موجودة مثل 45 شكليا ثم 46 بدأت الاجتماعات الرسمية ده شيء مهم جدا وعلينا أن احنا نبحث فيه طرق حقيقية لتفعيلها نعم نقول لم الشمل بس طبعا الواقع على الأرض وهذا موضوع يا طول شرح وقع صعب للغاية ليه؟ ممكن نعرف ليه بعد الفصل؟ ممكن